أولا ما يتعلق بالمعتقلين في القضايا المرتبطة سواء على المستوى الحسيمة أو على المستوى الضار البيضاء أو كما سبق عن أشرت أولا ما يتعلق بالوضعية على المستوى السجون المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج تصدر بيانات ومواقف في الحين لكن ما يتعلق بسير المحاكمات والمتابعات بالنسبة لنا هذا ملف الآن بيد القضاء والمخوة الحصرية حصرية لأنه تم إرساء مبدأ الاستقلال للسلطة القضائية على السلطة النفيذية ودخل عمليا يعني انخرطنا في عمليا قبل صدور القوانين وكذا كنت بكل مسؤولية أقدمت وضيحات الآن السلطة القضائية التي هي المعنية بتقديم توضيحات مرتبطة بذلك ومن ضمنها التعليق على أحكام القضاء لهذا أمتنع التعليق على أحكام هي ما زالت الآن في مصطرة قضائية وللقضاء له الاختصاص في أن يبت فيها باستقلالية على السلطة التنفيذية كما قلت لك هذاك ملف الآن بيد القضاء يمكننا أن أعطيك الرأي الشخصية لي ولكن كناطق رسمي عن صوت أعبر على بإسم الحكومة ما يصدر على القضاء مستقل على السلطة التنفيذية ولهذا لا يمكن أن أعلق على أحكام جارية هذا مبدأ لو الأمر يتعلق بالسلطة التنفيذية بكل أريحية نقاش حول موضوع القانون الجنائي والقانون الصحفي يمكن أن نخوض فيه بمعزيل عن حكم قضائي وصبق ليه مؤخرا أن عبرته عن رأي مفصل في هذا الموضوع أولا أن السيد وزير الدولة المكلف بحق الإنسان اليوم هو في جونيف وكينا قضايا كثيرة يناقشوها ومن هذا الموضوع وبشكلين علني أما الموضوع الآخر بالنسبة للسيد رئيس الحكومة لم يتخذ أي قرار في هذا الموضوع الموضوع الثاني الذي أشرت إليه الجواب ديالي واضح قلت ودقيق السيد رئيس الحكومة لم يتخذ أي قرار في هذا الموضوع